تمكنت قوات الشرطة المصرية النهاردة من تصفية أحد العناصر الإجرامية الشديدة الخطورة وده بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين قوات الأمن والعنصر الإجرامي وده بعد موردة معلومات طبعاً لقطاع الأمن العام وإدارتي البحث الجنائي بمدريتي أمن المينيا والإسماعيلية بتفيد باختباء أحد العناصر الإجرامية الشديد الخطورة وهو مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية والمطلوب ضبطه وأحضاره في عدة قضايا أبرزها قتل العميد علاء عبداللطيف رئيس مباحث البحر الأحمر وإصابة ضابط وقتل عمد وسرق بالإكراه بمركز شرطة الصف وتمت مدهمة المكان المختبئ في المينيا وتبين مصرعه إسرق صبته بأعيرة متفرقة وعثر بجواره على بندقية آلية وبخزينتها عدد من التلقات لذات العيار